لخصوص ليبيا الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان قال وطالب الجامعة العربية أن تتخذ موقف واضح من حكومة السراج غير الشرعية الدكتور علي عبدالعال بيقول كلام واضح جدا الجامعة العربية الكلام بتاحها أنه في مجتمع الدولي بيعترف بيعترف المجتمع الدولي أن حكومة السراج هي حكومة شرعية من المجتمع الدولي قاله أنه ده كلام اللي قاله السفير حسام زكي هنا وقال أنه ده الشق القانوني وبيقول لي أنا بتفهم وجهة النظر الأخرى لكن أنا بتكلم أيضا بشكل قانوني والموضوع سياق قانوني أو سياق سياسي هو سياق حقوق وشرعية قضايا الشعوب لها الكلمة العليا ويسقط القانون الدولي إذا تعارض مع موقف وإرادة الشعوب شعب الليبي الجريح شعب الليبي اللي بتسطط دول المستعمرة على أرضه شعب الليبي اللي بيعيش أسوأ فتراته شعب الليبي عنده حكومة غير شرعية اسمها حكومة الوفاق عنده حكومة منتهية صلاحيتها اسمها حكومة الوفاق خرجت من رحم اتفاق السخيرات مات اتفاق السخيرات فهي حكومة لقيطة حكومة فايز السراج حكومة لقيطة حكومة كما نقول وكأنها خرجت لا نعرف لها أب حكومة لا نعرف لها أصل اتفاق السخيرات سقط وقع انتهى فبالتالي نحن نبحث عن إرادة الإرادة الإرادة موجودة وفقت في البرلمان المنتخب اللي بيرأسه المستشار قيلة صالح اللي قال انه الجيش الوطن الليبي الجيش الوحيد المسلح الجيش الوحيد ما فيش عجز مجيشين كلمة جيش آخر دي اختراعها الأطراك في سوريا لما اختروا حاجة اسمها الجيش الحر من مجموعة مرتزقة بينقل المرتزقة بفق المرتزقة بمفهوم المرتزقة إلى الأراضي العربية الليبية بقول تاني انه الجامعة العربية بيطلبها الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بأن تكون واضحة يخرج علينا الأمين العام لجامعة الدول العربية بكلمات واضحة لا تحتمل التأويل ولا تحتمل القسمة على اتنين ولا تحتمل الرأي والرأي الآخر الجامعة العربية لابد لابد أن تنتصر للقضايا العربية لابد أن تشفي غليل الأمة العربية التي اكتوت وتكتوي وستكتوي بنار الفتن تكتوي بنار الإرهاب تكتوي بنار التشرزم والتقسيم والاحتلال الجامعة العربية إذا لم تكن الآن قادرة على أن ترد الصاع صاعين لكل معتد أثيم على الأراضي العربية ستكون الجامعة العربية في خبر كان ستكون الجامعة العربية هي والعدم سواء إحنا بنطالب أن الجامعة العربية تكون كيان قوي مؤسسي ضاغط مؤثر مسموع الكلمة العالم ينظر إليه أما أن تقف الجامعة العربية مكتوفة الأيدي أمام رهانات من بعض الدول المحسوبة على المحور القطر التركي أقول بأنه زي ما قلت مبارح وقلت قبل كده يبقى نفضها سيرة ليه؟ لأنه ما فائدة الجامعة العربية والقرات العربية التي تصب في مصلحة بعض القطر العربية فقط بالتنديد والكلام وخلافه ما جرى في سوريا ما يجري في العراق الآن وأنا أقول للناس ناس ممكن تكون من كتر الجراح مش حسين جرح جديد مش حسين بباقي الجراح التي تذخن جسد الأمة العربية